موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعنوين السفير اليماني تنفيذ القرار اثنين وعشرين ستة عشر كفيل بانهاء الانقلاب في اليمن موسيقى تقدم كبير للمقاومة الشعبية في الجبهة الشرقية بمحافظة شبوة مرحبا بكم أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد حسين اليماني إن دعم المجتمع التولي للشرعية الدستورية في اليمن وعدم التهاون مع الميليشيا الانقلابية كفيل بتعزيز دور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وقال اليماني نتطلع لأن يقوم المجتمع الدولي ومبعوثه إلى اليمن بدور استثنائي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم اثنين وعشرين ستة عشر وإنهاء مظاهر الانقلاب في اليمن وعودة الشرعية الدستورية واستئناف المسار السياسي أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي حرص الحكومة على إنهاء معاناة الشعب وإيقاف آلة الدمار والحرب من خلال استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن اثنين وعشرين ستة عشر والقرارات ذات تأصل وقال وزير الخارجي أخلال لقائه أمس مبعوث جمهورية الصين الشعبية لشرق الأوسط كونغ شيا شينغ والسفير الصيني لدى اليمن تيان تشي قال لدينا الرغبة الفعلية في الذهاب لمشاورات تفضي لتطبيق قرارات مجلس الأمن وتؤدي إلى عودة الأمن والاستقرار والشرعية الدستورية لمختلف المدن اليمنية وبناء دولة مدنية اتحادية ديمقراطية قائمة على أساس العدل والمسواة وأعرب المخلاف عن أمله في أن تلعب الصين دورا إيجابيا فاعلا في دعم جهود الحكومة اليمنية الرامية لإحال السلام واستمرار دعمها في مجلس الأمن ودعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وفي ممارسة الضغط على إيران لوقف تدخلها في الشأن اليمني من جانبه أكد المبعوث الصيني دعم بلاده للحكومة اليمنية وتأكيدها على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 22-16 مؤكدا رغبة بلاده القيام بدور إيجابي في الإسهام بإيجاد حلول للأزمات في المنطقة تمكنت عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل من تغيير معادلة الصراع في اليمن والمنطقة وانتصرت للشرعية وأحبطت مشروع الفوضى والارتهال للأطماع الإيرانية نتابع التفاصيل عام على عاصفة الحزم عاصفة غيرت الكثير من الحسابات والمعادلة السياسية والعسكرية على الساحتين الإقليمية والدولية ولم تكف بعد عن الهبوب والمفاجآت عام على العاصفة التي انطلقت في السادس والعشرين من مارس العام المنصر تاركة لهذا اليوم مقص افتتاح وتدشين تاريخ جديد لمرحلة عربية وإسلامية مغايرة لكل ما سبق من تقويمات وجداول الزمن في اليمن الذي انطلقت منه أسباب واستدعاءات العاصفة واحتفت أجواؤها بهبوبها وسط ترحيب شعبي واسع وتأييد من مختلف القوى الوطنية والأطياف السياسية فقد كان لعاصفة الحزم كثير الكثير من الثمار والإنجازات والتحولات أخرجت العاصفة اليمن من أدراج النسيان إلى واجهات الأهمية كدولة عربية هي عقدة المربط بين الأمن القومي العربي وأمن الخليج والأمن الدولي عموما وكانت التحالف العربي المشترك من أجلها نخوة أعادت لليمن الكثير من الاستراتيجيات التي سلبتها السياسات الخاطئة أعادت العاصفة لليمنيين الإحساس بالانتماء للمنظومة العربية والإسلامية بعد أن تعرضوا لأكبر عملية عزل سياسي على يد ميليشيا الإنقلاب التي أحالتهم إلى بلد معزول وشعب مرمي على قارعة العالم ما إن هبت عاصفة الحزم لمعت في أفق الواقع اليمني الملبد بالبارود بوارق أمل في أن انتفاشة الحوثيين المدججة بمعسكرات صالح وعدة وعتات الدولة المغتصبة لن تدوم طويلاً وأنما بعد العاصفة لن يكون أسوأ أبداً مما قبلها أحيى اللواء 21 ميكا بمحافظة شبوى الذكرى الأولى لانطلاق عاصفة الحزم ورفع العميد جحد الحنش العولقي قائد اللواء 21 ميكا أسمى آيات الشكر لقيادة السياسية والعسكرية ولقيادة التحالف العربي وفي مقدمتهم الملك سلمان بن عبد العزيز ونوه العولقي بأن عاصفة الحزم غيرت مجريات التاريخ العربي المعاصر وأثبتت بأن العرب قادرون على حماية سيادة أوطانهم الحمد لله وبعد مرور عاماً من عاصفة الحزم نشكر قوات التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية مثله بجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وأخوانه في جميع قوات التحالف العربي نشكرهم شكر كثير جداً وها نحن اليوم في ميادين الشرف والبطولة التي تصدرها قواتنا المسلحة الأبطال بمساند القوات المقاومة الشعبية والحمد لله رب العالمين تم تحقيق الانتصارات تلو الانتصارات ونسأل الله أن يوفقنا في باقي المناطق المسيضر عليها قوات الإنقلابية والحمد لله رب العالمين كما ترون هذه المناطق أمامكم تم تصدر على بعض التباب المطلة على منطقة السفراء وإن شاء الله تعالى ستسمعون قريباً بذل الله تعالى يعني تحرير باقي المناطق الأخرى الحمد لله رب العالمين ها أنا أمامكم وستشاهدون الصور وقد قلت في بداية كلامي الحمد لله الذي حياني بعدما أماتني وإليه النشور حتى يسمع الغاصي والداني والحمد لله بحفظه الله سبحانه وتعالى أنا أمامكم والحمد لله من زملاي لم يروح لنا أي فرد في هذه اليومين الماضي نشكر قيادتنا السياسية والعسكرية على ما يقدموه لنا يعني من الإمكانيات المادية والمعنوية ونشكر قوات تحالف العربي وعلى رأسها كما قلنا في المقدمة المملكة العربية السعودية نشكرهم على كل ما قدموا حتى اليوم وما سيقدم سنشكرهم عليه إن شاء الله تعالى وسنوافق الوفاء بالوفاء إن شاء الله ونسأل الله أن يبعد عننا وعنهم كل مكرم من جانبه أشار قائد المقاومة الشعبية بالجبهة الشرقية الشيخ ناصر ركان إلى اتساع رقعة السيطرة والتحكم في مسرح العمليات القتالية من قبل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مشيرا إلى إحراز تقدم كبير في الجبهة الشرقية وتكبيد الميليشيا الانقلابية خسائر فادحة دور المقاومة الشعبية مع القوات المسلحة هلواء واحد وعشرين جيد ويداً بيد ومتارسنا واحدة وإن شاء الله هلنصر قريب ما أخذين في المواقع الأمامية ونقدم الشكر لدول التحالف وعلى رأس المملكة العربية السعودية دع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن كافة أعضائه ومناصريه وجميع أبناء محافظة عدن رجالاً ونساءً للمشاركة الفاعلة في المهرجان الكرنفالي الذي يقام اليوم في ملعب الشهيد الحبيشي بمناسبة الذكرى الأولى لعاصفة الحزن وقال رئيس إعلامية الإصلاح بعداً خالد حيدان في تصريح صحفي إن تفاعل أبناء المحافظة للاحتفاء بهذه الذكرى هي رسالة أفادها التأييد المطلق من أبناء هذه المدينة الباسلة لعاصفة الحزن والتحالف العربي التي جسدت التضامن والتكاتف العملي بين الأشقاء وأضاف أن هذه الفعالية بمثابة شكر وإجلال لدور المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من الإمارة العربية المتحدة وبقية دول التحالف في دورها الكبير لإنقاذ اليمن من السقوط في أيدي المشروع الإيراني الفارسي وشكر حيدان في ختام تصريحه جهود السلطة المحلية ممثلة بمحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي وجميع الجنود المجهولين الذين يبذلون جهودهم لإنجاح الفعالية احتفلت محافظة مأرب أمس بالذكرى الأولى لانطلاق عاصفة الحزن بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي ومحافظ الجوف اللواء حسين العج العواضي وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية عام مضى على انطلاق عاصفة الحزن التي أوقفت مشروع الإنقلاب والهيمنة الإيرانية معا عام أكد على أن العرب قضية واحدة وموقف مشترك وها هي مأرب تحتفي بالذكرى الأولى لهذا الحدث الكبير بفعالية خطابية وفنية يرعاها محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة ويحضرها عدد من قيادات الدولة المدنية والعسكرية وجمع من المشائخ والشخصيات الاجتماعية وأننا بهذه المناسبة العظيمة وبإسمي وبإسم مشائخ وأعيان محافظة مارب وقبائلها نبعث برسالة شكرة وعرفان لدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود حفظه الله وذلك على ما قدموه وما يقدموه لأخوانهم اليمنيين من دعم ومن سانده على كل المستويات وفي جميع المجالات وفي سبيل استعارة دولتهم وتحرير أرضهم وفي الحفل الذي يقيم تحت شعار شكرا الحزم والأمل ألقى اللواء الركن محمد علي المقدشي رئيس هيئة الأركان كلمة عبر فيها عن شكره لقيادة التحالف العربي على وقوفها إلى جانب اليمن مذكرا بحجم مؤامرة التي كانت تحوكها إيران لليمن ودور دول التحالف في إحباط تلك المؤامرة قامت التحالف العربي لعادة الشرعية إلى اليمن وكمح المشروع الفارسي وأستطاعت أن توقفت مشروع الفارسي ليس في اليمن فقط ولكن في الأمة العربية كلها وكانت لحظة تاريخية فاصلة في تاريخ اليمن وفي تاريخ الأمة العربية كما ألقى اللواء حسين العج العواضي محافظ الجوف كلمة أكد فيها على أهمية انطلاق عصفة الحزم كحدث عربي له ثماره الجلية على العرب جميعا وذكر بالمحاولات الحثيثة التي بذلت من أجل إيقاف ميليشيات الحوثي والمخلوع عند حدها قبل انطلاق عصفة الحزم دون جدوى كون تلك الميليشيات لا تعرف لغة الحوار والتعايش اليوم عاصفة الحزم أثبتت حقائق عدة أثبتت أهمية اليمن وإنها تمثل ركناً أساسياً في الأمن القوم العربي هذا القرار هو تعبير عن هذه الأهمية عاصفة الحزم من إيجابياتها أنها خلقت التفاف عربياً وإن الأمة العربية لازالت أمة قادرة ووازلة للتأثير في الأحداث والقرارات الدولية وقد تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية التي أكدت على التلاحم العربي وعبرت عن الشكر لجهود دول التحالف والاستعداد لمواصلة النضال حتى تحرير اليمن من الميليشيات الإنقلابية كما أكدت كلمات الأحزاب والمنظمات الجماهرية على أهمية استكمال مشروع تحرير الوطن من ميليشيات الإنقلاب والعمل على دحر أي ميليشيات تحاول أن تكون بديلاً للدولة أو ند لها عام كامل مضى على انطلاق عصفة الحزم التي غيرت موازين القوى في اليمن وأثبتت أن العرب ما زالوا قادرين على الدفاع على أمنهم وسيادتهم محمد القليصي لقناة سهيل الفضائية مأرب رافقت عصفة الحزم التي أكملت عامها الأول العديد من المحطات السياسية والعسكرية التقرير التالي يضعنا على أبرز تلك المحطات والنتائج المترتبة عن العملية العسكرية بالأرقام نتابع بعد منتصف الليل من السادس والعشرين من ماريس الفين وخمسة عشر بدأ العد التنازلي لميليشي الانقلاب بعد لحظات من انطلاق عصفة الحزم والتي استطاعت خلال ستة عشر دقيقة فقط السيطرة على الأجواء اليمنية بالكامل في الرابع عشر من إبريل الفين وخمسة عشر صدر قرار مجلس الأمن الدولي الفين ومائتين وستة عشر قضى بانسحاب الميليشيا من جميع المحافظات التي تحتها وتسليم السلاح في الحادي والعشرين من إبريل الفين وخمسة عشر أعلن الناطق باسم التحالف انتهاء عصفة الحزم وبدأ عصفة الأمل بعد أن حققت الحزم أهدافها بتدمير ثمانية ودسعين في المائة من الدفاعات الجوية للإيليشيا وثمانين في المائة من خطوط مواصلاتهم وتهيئ مدينة عدل العمليات اللاحقة بنسبة تسعين في المائة وذلك حسب ما أذاعت قناة العربية يومها في الخامس والعشرين من إبريل عينت الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ مبعوثا لها في اليمن في الحادي عشر من مايو الفين وخمسة عشر أعلنت الأمم المتحدة أول هدنة من انطلاق عصفة الحزم أواخر مارس انعقاد مؤتمر الرياض للقوى السياسية اليمنية المؤيدة للشرعية في السابع عشر من مايو الفين وخمسة عشر الخمس عشر من يونيو عقد أول جولة محادثات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة وأبشلتها من الشرحوث والمخلوع باشتراطاتهم الرعناء في مستهل يوليو الفين وخمسة عشر أعلنت الأمم المتحدة حالة طوارئ إنسانية باليمن من الدرجات الثالثة بعد تدهور الوضع وطرد الحصار على المدن من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع في السابع عشر من يوليو الفين وخمسة عشر أعلنت الشرعية تحرير محافظة عدن من ميليشيا الانقلاب كثمرة من ثمار الحزم في أواخر يوليو وخلال أغسطس الفين وخمسة عشر أعلنت الشرعية تحرير محيط عدن المتمثل كمحافظة لحج والضالع وأبيان مستهل أغسطس الفين وخمسة عشر شهدت عدن عودة رئيس الحكومة اليمنية الشرعية خالد بحاح وللمرة الأولى بعد غياب دام ستة أشهر في الثاني والعشرين من سبتمبر الفين وخمسة عشر تمكن الرئيس هادي من العودة لمدينة عدن لممارسة مهامه وكانت المرة الأولى منذ مغادرته البلد أواخر مارس من نفس العام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر الفين وخمسة عشر تمكنت قوات شرعية من السيطرة والتوسع في محافظتي مارب والجوف وفي ديسمبر أعلنت تحريرها معظم المواقع الاستراتيجية بالمحافظتين منتصف ديسمبر الفين وخمسة عشر عقد ثاني جولة محادثات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة كشفت معطياتها بالمقارنة مع الجولة الأولى مدنية للميليشيا من يناير وحتى مارس الفين وستة عشر توسعت قوات شرعية بمحافظتي مارب والجوف واستطعت نقل المعركة على أطراف العاصمة صنعاء في مفاجأة عسكرية من العيار الثقيل لقوى الانقلاب التاني والعشرون من فبراير الفين وستة عشر ترقية الجنرال على محسن الأحمر لفريق روكن وتعينه نائبا لقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الحدي عشر من مارس الفين وستة عشر تقدم النوعي للمقاومة الشعبية بتاعز ويعلن فك الحصار جزئيا من جهة المنفذ الغربي للمدينة الثالث والعشرون من مارس الفين وستة عشر حادث المبعوث الأممي لليمن ودى الشيخ عن موافقة جميع الأطراف اليمنية لوقف إطلاق النار في العاشر من إبريل القادم الفين وستة عشر لذلك جولة مباحثات ستعقد بدولة الكويت الشقيقة قتل وجريح أربعة عشر مسلحا من ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع بكمين نصبته المقاومة الشعبية بمديرية يريب بمحافظة إب مصادر ميدانية بالمقاومة أكدت استهداف تعزيزات عسكرية حوثية حوثية كانت في طريقها إلى محافظة تعز وسقط في العملية أربعة عشر مسلحا من الانقلابيين في منطقة بيت هديان وإعطاب الطقم الذي كان يقله أعلنت هيئة التدريس بجامعة صنع تعليق الدراسة بالجامعة بدءا من اليوم الأحد وحتى الخميس احتجاجا على قرارات القائم بأعمال وزير التعليم العالي المعين من الانقلابيين بتعيين قيادات للجامعة مخالفة للقانون ورفضه التراجع عنها واعتبر بيان صادر عن اجتماع مشترك بين مجلس الجامعة والنقابتين كل القرارات التي أصدر نائب الوزير المكلف من قبل الانقلابيين مرفوضة شكلا ومضمونا وتأتي هذه الخطوة بعد أن قام الأشخاص المكلفين من قبل الانقلابيين باقتحام مكاتب الجامعة وسحب ختومها بالقوة ودعا البيان جميع منتسب النقابتين التقيد والتنفيذ للقرارات الصادرة عنها لما فيه مصلحة واحترام مؤسستنا التعليمية عقدت لجنة إيغاثة زنجبار بمحافظة أبيان اجتماعا استثنائي برئاسة مديري المديرية الأستاذ أحمد رشيد الشدادي لمناقشة آلية توزيع الإيغاثة وأوضح الشدادي أن لجنة الإيغاثة جاء تشكيلها بناء على توجيهات من محافظ المحافظة ومن وزارة الإدارة المحلية لضمان إيصال المساعدات إلى كافة المحتاجين في المديرية وبمشاركة فاعلة من المجتمع المدني لترسيخ مبدأ الشفافية أقامت جمعية المستقبل لتنمية المرأة ومنسقية الفرق التطوعية بمديرية تاريم حضر موت احتفالا تكريميا لخمسة وخمسين خريجة جامعية بمختلف التخصصات بمديرية تاريم وضواحيها وفي الحفل أشهد الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عبدالهادي التميمي أشاد بالدور البارز لجمعية المستقبل ومنسقية الفرق التطوعية في خدمة المجتمع مؤكدا على الدور المميز للمرأة في اليمن في شتى المجالات وتخلل الحفل التكريمي عدد من اللوحات الفنية والإنشادية قدمتها عدد من زهرات مديرية تاريم نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها السفير اليماني تنفيذ القرار اثنين وعشرين ستة عشر كفيل بإنهاء الانقلاب في اليمن تقدم كبير للمقاومة والجيش الوطني في الجبهة الشرقية بمحافظة شبوة للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة